رسميا النهاردة بينطلق أهم حدث ثقافي في مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب تاني أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم للسنة دي هيشهد مشاركة دولية ومحلية هي الأكبر بنحو 1200 ناشر و70 دولة وفعليات وأنشطة كتير جدا خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مع الأستاذ محمد نبيل الكاتب ورئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب صباح الخير رحضيك يا فن نورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل مصريين صباح النوري فن صباح الخير يعني حابين نعرف من حضرتك احنا كل دورة من معرض الكتاب بيكون فيه جديد ايه الجديد في هذه الدورة؟ الحقيقة الجديد يعني خلونا نقول برضو أن تنظيم مصر 55 دورة متتالية لمعرض الكتاب هذا ليس بحدث ثقافي محلي أو إقليمي لكنه في الحقيقة حدث عالمي زي ما قال أستاذ محمد احنا تاني معرض على مستوى العالم هذا يعني تاريخيا إنما على أرض الواقع احنا وليس كلاما عن تاريان احنا فعلا أول معرض اكبر معرض على مستوى العالم اكبر معرض من حيث المساحة احنا 80 ألف متر مربع اكبر معرض من حيث عدد الزوار احنا 3.5 مليون زائر سنويا ومرشح زيادة هذا العدد العام إن شاء الله أو هذه الدورة احنا أكبر معرض من حيث الناشرين احنا 1200 ناشر اكتر من 5250 عارض احنا 70 دولة بتشترك معنا من كل أقطاب الأرض أو من كل نواحي الأرض بالكامل بالإضافة إن مصر في الأساس أكبر سوق رائج أولا للكتاب بشكله التقليدي أو الكلاسيكي الورقي أو بشكله الجديد الإلكتروني أيضا أهم سوق لصناعة النشر أو صناعة الكتاب في الشرق الأوسط أو ممكن كمان نقول في نصف الكرة الجنوبي أنا أرى إن تنظيم وزارة الثقافة لمعرض القاهرة الدولة الكتاب في دورتي الخمسة وخمسين يعني عدة دلائل أولا هي رسالة للخارج أن مصر الجمهورية الجديدة قادرة على تنظيم محفل ثقافي عالمي وليس محلي أو إقليمي هذا أمر له دلالة عميقة جدا وردود أفعال يجب أن يتم استثمارها بشكل جيد أن مصر المستقرة الآمنة أن مصر تخطو الخطوات الصحيحة والإيجابية تجاه الجمهورية الجديدة هذا أمر يجب الالتفات إليه بعناية الأمر الذات الأهمية الكبرى أيضا وهو ما قاله السيد الرئيس أن هذه المرحلة أو الجمهورية الجديدة ستكون معانية بالإنسان بالضرورة بناء الإنسان يستدعي أولا بناء مدركاته وبناء الوعي وبناء ثقافته مصر من خلال معرض القاهرة الدولة الكتاب تقدم نفسها من جديد للعالم تقدم نفسها من جديد بالجمهورية الجديدة عايز نقفز سريعا على مجريات معرض الكتاب ونقول أن من أهم من وجهة نظري من أهم الحوارات والندوات أو المحاور ستكون في جنبات معرض القاهرة الدولة الكتاب هو تقديم مؤسسة حياة كريمة للمبدعين وتقديم تجليتها الفكرية والإبداعية ما بين الشعراء والكتاب والمفكرين والنقاد سواء كان المصرين أو العرب أو الأجانب هذه التجربة القوية قدمت مصر من خلالها نموذجا رائدا أنا أتصور أنه كما كان السد العالي وصنفته اليونسكو أنه المشروع الأكبر والأوحد في الألفية الثانية أنا أرى أن حياة كريمة سيتم تصنيفه من مؤسسات الدولية قريبا أنه المشروع الأكبر والأقدر بالاتباع على مستلع بكل تأكيد السيد محمد وزي ما حدثك ذكرت كي طبعا وإحنا نتكلمنا من شوية أنه النهاردة سيتم نفتاح الرسمي بكرا إن شاء الله الناس كلها بالمناسبة في انتظار اللحظة اللي هيدخلوا فيها معرض الكتاب كل سنة ناس بتستعدلوا الأسر بتستعدلوا الأب الأم اللي بياخدوا أطفالهم وبيروحوا بيعملوا زي نزهة بيتفسحوا جوه وبيدخلوا بقى كل الأجنحة إحنا عشان يساعد الناس أكتر بكل تأكيد بيكون في تأسيم للقاعات أكيد فإزاي بيتم التخطيط لحاجة زي دي كويس إحنا عندنا طبعا زي ما حضرك قلت إن معرض الكتاب ليس ضيفه فقط يعني من الكبار ولكنه عموم الأسرة المصرية بكل أطيافها وبكل فئتها كبار وشباب وأطفال وغير ذلك عايز أقول لحضرتك إن القاهرة ستكون قبلة كما هي أيضا قبلة لمحافظات مصر بالكامل الصوب بمعرض الكتاب أيضا هي قبلة لشعراء وكتاب ونقاد ومفاكرين العرب والأصدقاء والأجانب عايز أقول لحضرتك إن إحنا في جنبات خمس قاعات سيتم عرض 1200 ناشر لكتابهم أو لوسائط المقروعة سواء كانت الكلاسيكية أو كانت الورقية يعني أو كانت الرقمية عايز أقول لحضرتك إن في قاعة مخصصة للطفل وشعرنا هذا العام أو يعني ضيف الشرف نرويج تقدم إسهامات كثيرة في مجالات الطفل ويعني تحدثت السفيرة هلدة كمستدال عن فكرة حوارات في القاعة الدولية ولضيف الشرف عن أهمية الترجمات للطفل هذا أمر في قاعة الطفل هتلاقي حضرتك الكثير من الاهتمامات على الأرض الواقع زي مثلا ورش الحكي ورش حكي عن سينة وده مهم جدا ورش حكي عن حكايات النصر أكتوبر إحنا بنخلد خمسين سنة أكتوبر فلازم أطفالنا اللي جايين مع الأسرة المصرية لازم يكون لهم نصيب أكبر من الثقافة المصرية ما دمنا بنستهدف حزمة أهداف قومية منها تعظيم الولاء والانتماء وإيجاد النموذج الإيجابي واتباعه هذا أمر الأمر الثاني أن بتلاقي في قاعة الطفل مثلا بالإضافة لدور النشر المعنية بالعرض الكتب أيضا هناك وسائط كثيرة في مصرح وفي سينما وفي ورش للموسيقى وفي ورش للغناء في ورش للرسم وفي ورش للتلوين في ورش للمشغولات اليدوية كل هذا من أجل طبعا بالإضافة لورش الحاكي اللي تكلمنا عليها كل ده لأطفالنا علشان يكون وجبة دسمة وسرية ومعرفية يعني عايزين نقول بنصيغ فيها كتير من القيم الواجب زرعها في أو غرسها في نفوس الناشق ومجدنهم نروح بسرعة كده لكمان بقية القاعات نحن عندنا بالإضافة لقاعات الطفل والقاعات الكبرى قاعتين للنجوات والمحاضرات واللقاءات والسلونات الفكرية واللقاءات الإبداعية طبعا في حفلات التوقيع للكتب التي صدرت في 23 سواء كان على المستوى العربي أو المستوى المصري عايز أقول لحضرك مشاركات كثيرة جدا كثير جدا من الكتاب العرب سواء كان في لبنان أو في سوريا أو في الخليج أو في المغرب يحبوا جدا يكون حفلات توقيعهم في مصر يعني استعيير ما قاله وديع الصافي أو ما تغنى به إذا خلت مصر نعم فاسمعوها وإذا خلت لا أيدوها عايز أقول لحضرتك الكثير من العرب إخوانا العرب مهتمين جدا في حفلات التوقيع أن يكون ليهم توقيع أمام الجمهور المصري أولا هذا عمر ده لناكسات كبيرة جدا جدا يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن يعني من حسن الطالع هو اختيار معالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتورة نيفين الكلاني لنحت سلوجن لمعرض الكتاب وهو نصمع المعرفة نصون الكلمة الحقيقة هذا السياق يشي بكل الأفكار التي ستقدم كوجبات معرفية وثقافية إلى جمهور المعرض سواء كان المصري أو العربي هذا الاختيار من السلوجن أو اللوجو الذي اتفقنا على سياقه ونصنع المعرفة مصر دائما تصنع المعرفة دائما تقدم الكتاب دائما هي صانعة الحقيقة بالمناسبة يعني واختيار أيضا يعني الإلهة شاسد يعني وهي إلهة الحكمة والكتاب والمعرفة لدى المصريين في هذا يعني تكون هي تميمة المعرض أو يعني زي ما يقال كده يعني المعرض يعكس حتى في شكله مضامينه التي تستهدفها وزارة استقافة العودة إلى الحضارة المصرية بالمناسبة اختيار شخصية المعرض التاريخي والأسري الكبير شيخ الأسريين سليم حسن وهذا يعني خلينا أقول أنه هو شخصيا تعلمته من خلاله يعني أو من خلال قراءاتي اللي 16 جزء اللي معظم المصريين عندنا في مكتباتنا المتوضع أو الكبيرة في بيوتنا ركن كده الإسليم حسن عن الموسوعة المصرية القديمة أو سوعة مصر القديمة 16 جزء يعاد طبعهم من جديد في نسخ حضرية قيمة جيدة بأسعار زهيدة جدا تقدم لضيوفنا من رواد المعرض عايز أقول لحضرتك ده لأنه الهدف منها في المقام الأول ما هوش الربح جدا احنا يعني دي رسالة قد يعني يعني عايز أقول لحضرتك أنا حضرت كتير من اجتماعات النشرين والعارضين ما كانش مهم بالنسبة لهم الربح وإن كان ده جزء هام في صناعة النشر للكتاب ولكن أيضا أن يقرأ المصريون كتب وإصدارات دور النشر العربية هذا أمر في بلغ الأهمية بالنسبة للعرب وبالنسبة للقائمين على صناعة الكتاب في الدول العربية والدول الإفريقية أقصد أقول في نصف القرى الجنوبي لكن كمان تعلن لضيف الشرف مملكة النرويج السفيرة هلدة لما تحدثت في المؤتمر الصحفي بصراحة يعني كنا في فخر عظيم عندما قالت بالعربية الرصينة مصر أم الدنيا وأن شرف عظيم لمملكة النرويج أن تكون ضيف شرف معرض الكتاب هذا المعرض الأهم على مستوى العالم ثقافيا ومعرفيا النرويج تشارك بالكثير من الندوات والحوارات منها التنمية المستدامة منها المساواة بين الجنسين وقضاياها منها منها مثلا دي تحديد الفنن تم اختيار النرويج كدف الشرف الحقيقة أشارت وزير الثقافة الأستاذ الدكتورة نيفين الكلاني عن رغبة الوزارة في التواصل المعرفي والثقافي مع كتلة حضارية كبيرة كنا بعيدين عنها منذ زمن بعيد وهي الكتلة الإسكندنافية بمعنى أن هذه الشعوب أيسلندا ودنمارك والنرويج وغيرها كانت بعيدة تماما عن التواصل الحضاري أو التواصل الثقافي ما بين المصر وإذا كنا نقصد العرب بشكل كبير فكان المستهدف مملكة النرويج على شان خاطر يكون فيه نوع من أنواع التواصل الحضاري والثقافي والمعرفي ما بين العرب من خلال معرض الكتاب وما بين الثقافة في الدول النرويج طيب عظيم الناس بقى طبعا بتسأل عايزة تعرف السنة اللي فات كان فيه تخفيضات كتيرة في أسعار الكتب وكان فيتواصل ما بين الوزارة وما بين دور النشر وما بين النشرين وأنا فاكر الوزيرة كانت تكلمت مع دور النشر في أنه لازم يكون فيه تخفيضات مناسبة نظرا لزروف الاقتصادية بشكل عام وعشان يشجع الناس على الجانب الآخر للقراءة هل مازالت هذه تخفيضات مجتمرة في هذه النسخة؟ الحقيقة وزارة الثقافة بتطلق مبادرة الثقافة للجميع الكتاب من جنيه لعشرين جنيه فيه مساحات كبيرة جدا جدا من قطاعات النشر في وزارة الثقافة لهيئة العامة الكتاب النشر الأول لمصر هيئة قصور الثقافة المركز القاومة للترجمة المجلس الأعلى للثقافة دار الكتب والوسائق المصرية الكثير من قطاعات المعنية الثقافية المعنية بالنشر داخل وزارة الثقافة تقدم نسخ جديدة طبعات فاخرة بأسعار زهيدة تنافس أنا يعني أتصور أن هذه الأسعار تنافس الصور الأسبكية الموجود بقوة في معرض الكتاب واللي طبعا كل ضيوف معرض الكتاب ركن أساسي في الزيارة هو ركن أو خيمة صور الأسبكية فينا دوات كثيرة جدا في معرض الكتاب يعني ما بين النهار نحن عندنا أكثر من 200 شاعر تستضيفه مصر سواء كان من داخل مصر أو من خارج مصر الدول العربية أو غيرها في أكثر من 26 كتاب يناقش على مدار كتابين يومين 13 يوم في المعرض ما بين الكتابات الإبداعية ما بين السرد القصة والرواية أيضا 26 كتاب آخر ما بين الكتب الفكرية المتنوعة السياسة الاقتصاد الدين الجديد هذا العام معرض الكتاب يقدم ندوات أو مؤتمرات اليوم الواحد يعني احتفاءا بطا حسين تم طباعة كل كتب طا حسين وتقدمها أيضا في نسخ حضرية وبأسعار زهيدة زي ما قلت أستاذ محمد للجمهور أو جمهور المعرض ندوة لطا حسين ندوة أو مؤتمر أيضا لنازك الملائكة مؤتمر أيضا للكثير من أصحاب المئويات في مصر نجيب محفوظ أنيس منصور هذا الاحتفاء بيعقوب الشروني واحد من رواد يعني أدب الطفل وللأسف فرقنا في شهر نوفمبر الماضي تكلمنا الاحتفاء عايز أقول لحضرتك أن في أمرين في غاية الأهمية وهو إصرار وزارة استقافة لإصدار كتاب احتفاء بيعقوب الشروني هذا العظيم الذي كتب للطفل وأسس أو شارك في تأسيس وجدان الطفل المصري كلنا أو معظمنا قرأنا ليعقوب الشروني خاصة مصرحية أبطال بلدنا اللي كان بيقدم فيها القيم أو بيغرس فيها قيم الولاء والانتماء وكيفية الدفاع والحفاظ والتضحية من أجل هذا الوطن هذه كلها تقدم وجبات معرفية وثقافية من خلال المعرض لكن الأجمل أن وزارة الثقافة قدمت كتابا مخصصا تحت عنوان في محبة يعقوب الشروني شارك في كتابة هذه المرسية كتاب كثيرون من مصر والأجمل من العرب والأكثر جمالا من الدول ذات الحضارة إيطاليا والصين والهند في محبة يعقوب الشروني أيضا عايز أكلم حضرتك اهتماما من وزارة الثقافة بسليم حسن وهو هذا المؤرخ وهذا الأسري المعروف مولي يعني نقدر نقول معلومة سريعة عنه يعني أنه ما نعرفنا أن التاريخ الفرعوني ليس اسمه التاريخ الفرعوني لكنه التاريخ المصري القديم وهذه معلومة أنا شخصيا استفدت من قراءتي رغم أنه يعني هو من موليد 93 وتوفي في 61 لكنه في منذ 1440 حتى 1961 عكف على كتابة موسوعة مصر القديمة التي قدمت لنا في 16 جزءا يعني أوجه الحياة ومناحيها في مصر القديم أيضا هذا المفكر والأسري الأشهر يعني غار على الإيجيبتولوجي أو المصري علم المصريات يعني راح إلى تعليم أو اكتساب ثلاث دورات دبلومات في فرنسا وأخرى الدكتوراه في النمسا إلى غير ذلك إلى أن أصبح من أهم مكتشفي الأثار على مستوى العالم اكتشف وحده أكثر من 159 مصطبة في جبانة مصر الشرقية أو جبانة اللي في الجيزة عايز أقول لحضرتك يعني تقديم كتاب أبو الهول باللغة الإنجليزية الذي ترجمه سليم حسن هذا الرجل الذي كتب بالإنجليزية والفرنسية كما كان يكتب بالعربية الرصينة أيضا التقديم لكتاب أو إعادة طبع لكتاب الأدب في مصر القديمة تأليف سليم حسن هذه كلها يعني تحت شعارات العودة إلى الأصالة المصرية والعراقة المصرية ليس بعيدا أيضا عن ندوات أخرى تشارك فيها مصر يعني من خلال تنفيذ ما يسمى برؤية أو ما أطلق عليه رؤية مصر في الثقافة 2030 التكامل بين وزارة الثقافة والقطاعات ومؤسسات الدولة الرسمية وكيناتها المدنية هنشوف في معرض الكتاب المراضي التآخي ما بين وزارة الثقافة ومجلس القوامل المرأة في مثلا دوي مبادرة دوي للفتيات المصريات في مبادرة وعي مع وزارة التضامن الاجتماعي في كتاب رؤية التوعوي مع وزارة الأوقاف مجهود كبير يا أستاذ محمد وحالة من التنسيق والتكامل بين كل الوزارات والمؤسسات المعنية كل التوفيق لحضراتكم طبعا عشان يخرج معرض القاهرة الدولي للكتاب بالصورة لتليق بتاريخ المعرض وتليق باسم مصر شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد نبيل الكاتب ورئيس الأدار المركزي للنشر بالهيئة العامة للكتاب شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك